يقال في كل زمان ومكان السياسة تتغير بشكل من اشكال وربما لاحظت ايضا النظرة الدولية لما يجري الان في داخل سوريا هناك من تحدث بما تفضلت به وهناك من يرى عكس ذلك تماما السؤال الذي طرحته عليك ايضا ما اهمية المشاورات او الاجتماعات التي عقدت ما بين وزراء خارجية العراق وايران وسوريا ما النتيجة الى ماذا ستفضي ايضا هذه الاجتماعات اذا ما علمنا ان هناك اجتماعا اخر ربما سيكون في الدوحة نعم هو انا سأجيب على هذا سؤال حضرتك وهو سؤال حضرتك مهم بس بالجزء الثاني من سؤال حضرتك السابق حول اسرائيل طبعا اخي العزيز نحن حضرتك تضررنا جميعا من الارهاب كلنا في هذه المنطقة الوحيد الذي استفاد من الارهاب والجماعات التكفيرية هي اسرائيل وهذه قضية اعتقد واضحة لنا جميعا ان اسرائيل اليوم هي في حرب وتريد ان تشقل المنطقة ودول المنطقة وتجعل فيها فتنة وخلافات وحروب فيما بينها بين ايران وتركيا بين العراق وسوريا بين سوريا وتركيا وتريد ان تدخلنا اسرائيل في حرب طاحنة حتى تتخلص من عندنا وتبقى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني اعزل ويستمر نتنياهو بالاجرام والقتل والعبادة الجماعية في غزة هذا واضح بالنسبة لاسرائيل حول اللقاءات هي مهمة يعني اللقاء الذي اليوم لعباس عراقشي وزير الخارجية الايراني ونظيره السوري والعراقي هي بكل تأكيد هذا اللقاء يأتي للتشاور كيف يمكن ان يعني تهدأ الامور في سوريا وتعود الى طبيعتها كيف يمكن حل المشكلة سياسيا بعيدا عن ان تصبح القضية يعني امنية او عسكرية وكيف يمكن يعني وقف هذه المجموعات المسلحة دون ان تتطور الامور لا لا يمكن حقيقة ان نصدق كلام الجولاني انه لا يشكل خطرا على الاردن لا يشكل خطرا يعني على العراق او على لبنان هو لديه مجموعات مسلحة وهذه المجموعات يعني سفكت الدماء في الاعوام السابقة وقتلت الناس يعني على الهوية وعلى الطائفية فمن المحتمل انها ستستمر على هذه السياسة اذا اذا ما حصلت ازمة كبيرة داخل سوريا ستنفلت الامور وستتضرر تركيا والعراق والاردن ولبنان والمنطقة برمتها فلذلك نحن نريد تعاون سياسي في هذه المرحلة حلول سياسية كل دولة لها قلق ومخاوف تركيا لديها مخاوف يعني وقلق وتقول ان هناك مجموعات ارهابية تهدد امنها داخل تركيا الاردن ايضا لديه مخاوف العراق لديه مثل هذا القلق على كل حال هي ازمة لا تخص فقط سوريا انا اعتقد حقيقة يعني هذه المجموعات سيحصل صراع فيما بينها مستخدم